اشتركوا في القناة 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 بحاجتين هي ادارة المباراة نقطتين اما التغييرات جوه الملعب والتحركات بتاعة اللعيبة او التغييرات من على البنش طبعا الراجل لما جيه ابتدى يفتح الملعب يستغل الطرد بتاع مروانها دولي مع راكلة الجزائي اللي ما كانش فيها توفيق وضعات بتحصل بتلقي يشتغل على الأطرف ويفتح الملعب بمحمد هاني وايمن أشرف لحد ما قراجه بعدها محمود وحيد اللي هاجر التغيير بتاعته في النهاية يعني الراجل لما افتح الملعب الطبيعي أنا بافتح الملعب عشان يا إما بجمع لها بفناحية عشان اشتغل بعد كده الباكين كروس او الكروسات اللي بتلعب لورا او ان أنا بعمل الكروس جوه الـ 18 للعيبي قدر ياخده فأنا بعد ما عملت تقوله بقيب بلعب بكنين روس حربة في الجزء الأمامي استغلال النقص العددي وليت سليمان وبرسي تاو طب أنا بعمل الكروسات ليه فاتح الملعب ليه دي تغييرات اللي جوا الملعب تغييرات التانية وحاجة مقررة على فكرة يعني كتير قوي بيتسو موسيماني لما بيبدأ يفتح اللعب على الأجناب ما تلاقيش فيه مهاجم لما هو بيقرر حتى في وجود محمد شريف حتى في وجود محمد شريف لأن محمد مش مميز بالرأسيات مش رأس مال والرأسيات فأنت مش محتاج تعمل كده وحتى لو هتعمل ده كان عنده أولى ورقة انه يبتري يخش كان حسام حسد ليه هو لعيب مميز في الرأسيات في مباراة ودايما كنا بناخد على موسيماني المبارايات اللي فاتت وسوق المستوى اللي كان عليه النادي الأهلي في المباراتين 3 اللي فاتوا بعد أمم أفريقيا انه ما عندكش ما بتصنعش كتير المباراة دي كانت العكس تماما انت صنعت 17 فرصة 17 فرصة كان عندك مشكلة في الإفشينسي في التسجيل في الكفاءة في التسجيل فهنا أنا مش محتاج أزود لعيبة تحت مش محتاج نزلت أفشا ونزلت وليد سليمان حتى طاهر هو جناح مش مهاجم فانت غيرت في المجموعة اللي تحت المهاجم لكن المشكلة الأساسية انت معلكتهاش فانت هنا في النهاية عشان ما نتقولش في قصة مباراة الزهاب وقت طويل انه انت التغييرات ما استفدتش منها بالشكل الأمثل على الرغم انه أنا كان عندي تعجب كبير بنوجود وليد سليمان وليد سليمان قد المباراة جيدة جدا في الجزء اللي لعب ما عنديش مشكلة في مستوى ليد سليمان لكن لعيب بقى له فترة طويلة انت كمدرب اوير اكيد بحالة اللعيبة اللي معاك بقى له فترة طويلة بعيد بره لسكواد فانت لما تيجي تدخل وتشركه في المباراة أنا كان عندي علامة استفهام وتاني التغييرات كان أولى انه في بعض التغييرات تكون موجودة في النهاية آخر بقى تغييرة نقفل بها مباراة الزهاب انه لما يكون بقى سبع تمن دقايق أنا عايز أسجل عشان المباراة بقت صعبة جدا لا المباراة سهلة لا المباراة صعبة علي ان النتيجة بقت اتنين واحد وبقى سبع دقايق فانا عايز أسهل بقى مباراة العودة فانا عايز أضغط عشان أجيب جون فارح مغاير ايمن اشرف ونزل محمود وحيد وانا عندي استيل مهاجم على البنش ما نزلوش دي كانت حالة من التعجب الكبيرة جدا عندي في التغييرات من النقط الملاحظة جدا في مباراة الزهاب وعايز أتكلمني في مباراة العودة بيها يعني بلقى بيها انه استيل انا بحس انه مع بيتسو موسيماني مع طريقة لعب بيتسو موسيماني سواء غير لتلاتة اربعة تلاتة او اربعة اربعة اتنين او اربعة اربعة اتلاتة او اربعة اتنين تلاتة واحد اي طريقة بلعب بيها النادي الاهلي بحس في مشكلة في خط تفاع النادي الاهلي دايما في مشكلة في خط تفاع النادي الاهلي وفكر الناس في مباراة الزهاب كان فيه فراد للرجاء في الوقت المحتصل بدلا من الضعب وكان ممكن يتعادل مع النادي الأهلي ليه دايما فيه مشكلة دفاعية بغض النظر عن الأسماء اللي موجودة مش بتكلم عن المستوى ما دي واحدة من الأسبابة كريمة إنك عملوا تغير كتير أوشي في حاجات اضطرارية منها إصابة طويلة لبدر بنون طبعا أكيد يعني منها الإصابة الطويلة بعد الحالة الجيدة اللي كان عليها رامي ربيعة الإصابة الطويلة لشهر يمكن إن شاء الله بداية من شهر مايو إن شاء الله يبتر يرجع رامي ربيعة لكن انت عملوا تغير كتير جدا جدا في خط الدفاع منها إضطراري ومنها اختياري بيعملوا بيتسو ده دي النقطة الأولى النقطة الثانية كان أفضل حوال الدفاع النادي الأهلي لما بيلعب بالتلاتة ليه؟ لأنه حمدي بيقفلوا الجاب بالمشاكل اللي عنده لأنه دايما فاكر لما كنا بديتكلم على كاروس كروش كنا بيقول نجاح كاروس كروش مش هو نجاح الأفراد هو نجاح المنظومة اللي كونا كاروس كروش في الحالة الدفاعية لمنتخب مصر نفس القصة أنت عندك مشكلة في المنظومة اللعيبة بتدافع ولا ما تدافعش بتوقف وبترحل صحة ولا لا علي معلول واحد من نجوم النادي الأهلي واحد من أهم مفتاح لعب النادي الأهلي عنده مشكلة دفاعية ما نقدرش ما نقولش إنه ما عنده مشكلة دفاعية فلما بتلعب بربعة بيحصل حاجة من اتنين خطأ إجباري إما اللعيب الليفت سنتر باك أو قلب الدفاع ناحية الشمال بيروح يغطي في المنطقة فبيفتح سبيس في العمق أو إنه بيفضل مكانه فبيسيب السبيس اللي ورا عليه معلول فأنت بتستقبل من الجابها دي ولو نرجع لي الهدف اللي تم استقبله النادي الأهلي من ناحية اليمين كلنا بنتكلم قبل المباراة على البنتريشن اللي بشتغل عليه محسن متولي وحميد أحداد ولما نتكلم على مبارات العودة أنا بحسها في الناحية الشمال كمان الخصم أو الناحية اليمين بتلاقي المشكلة دي برضو متواجدة في غياب أكرم توفي أنا أكرم توفي كان بيعرف يعالجها شوية أو يسدها شوية أكتر كمان من محمد هاني أو حتى كريم فوادي يعني الدفاعين ما هي مشكلة الترحيل بقى كريم ما هو أنت لما بيحصل عندك جابها أي جابها بتسحب الجابها كلها لأن الترحيل حتى لو تعاملت صح أنت لو رجعت البعض اللي قطط في المبارات اللي فاتت مبارات الزهب هتلاقي محمد هاني بيغطي فين في الليفت السنتر باك محمد هاني بيدخل كل المسافة دي عشان يغطي في الاسبيس اللي مفروض ما تواجدش فيها فالترحيل ده بيخليك عبل ما بتعالج فترة أو بتعالج اسبيس أو جاب موجود عندك قط الدفاع في ناحية هيفتح معاك في جابها تاني أكرم عنده ميزة الوان بوان أو الواحد على واحد لأنه هو العيف سي دي ام أو مركز ستة في الأساس عنده مشكلة تمركز نوعا ما هي مشكلة أفراد أكتر منها منظومة هي مشكلة منظومة هي مشكلة منظومة عشان بالمقارنة بكالله انت ذكرت اسمه مع منتخب مصر انه الأفراد كان بتتغير كتير برضو بس ما كنتش أبدا تحس بخلل في الدفاع منتخب مصر لأنه انت كنت مكون منظومة حميهم بلعبة خط الوسط عشان كده قلت لك أفضل شكل للنادي الآلي حتى دفاعيا انك تثبت التشكيل وتحاول انك تلعب بتلاتة أو اربعة تلاتة تلاتة عشان كده أنا متفق معك ان هي مش القصة بس في الطريقة القصة هنبقى فيه العيد تالت بيقفل لك الجابس دي اللي هو حمدي فتح دايما نزجوك يا إما موجود ما بين الاتنين سنتر باك فأنت بتلعب بتلاتة وراء أو موجود قدامهم زي ما كان بيلعب في منتخب مصر عشان تحمي الاتنين بوجود حمدي فتح فمهم جدا جدا انه تقفل الجابس دي خاصة نحن الطريقة اللي هيلعب بيها الاهلي في مباراة الرجاء غدا ان شاء الله من وجه النزج هتكون ايه الانسب للاهلي ايه والافراد كمان اسمها الافراد اللي المفروض يشاركوا في هذه المواجهة وازاي كمان موسيمان يقدر يقسم المباراة دايما المباراة دي بتبقى محتاجة تقسيمة جيدة وزكاية من المدير الفني خاصة انك هتلعب مباراة كبيرة وسط عدد كبير من الجماهير ملعب الرجاء دايما ملعب حماسي جدا في ضغط وفي توطر بكل تأكيد يتعامل ازاي موسيماني مع هذه المباراة نقطة مهمة جدا يا كريم انت ربطت ما بين الملعب وحماسي الجماهير 35 ألف أو 40 ألف يكونوا موجودين بوكرا ان شاء الله مركب محمد الخامس دايما سواء بيلعب عليه الرجاء اولو ده بيقى منتلع عن آخره الشكل انك اولا لازم تمتصر الرجاء ده مش معنى انك تتراجع بقى معنى انك تعمل هولد للملعب معنى انك تبقى واقف كويس ومرحل كويس ماسك كويس عمل الماركن كويس قافل الجابس اللي عندك بشكل جيد تلعب 4-3-3 ليه 4-3-3 ناس كتير عايزانا نلعب 3-4-3 ناس كتير كان بتقول انه ده افضل طريقة لعب بها النادي الاهلي لكن خليني ما هو انا عشان اختار طريقة انا لازم ابص للمنافس بيلعب ازاي المنافس بيلعب 3-4-3 في كل المباراة اللي فاتت هل هيلعب لما نيجي للرجاء اقول هيلعب هل هيلعب 3-4-3 ولا لا لكن 3-4-3 انا بأمم بيها الخط الخلفي بشكل كبير لكن لما بيكون بيطرح علي بلعب واثنين او ان الفريد اللي قدامي بيلعب اذا كان الفريد قدامي اصلا ما عندوش مهاجمين الفريد اللي قدامي بيلعب حتى المهاجم اللي عنده هو شادو سترايكر حميد احداد بيلعب في الاسبيس فين اللي جي منها الجون الاول اللي احرازه الرجاء في القهر اللي هو منه تجميع لعب ناحية اليمين محسن يتولي الجناح بيسقط معاه ويبطر الترحيل العكسي اللي انت كنت بتتكلم عليه اللي هو المشكلة الدفاعية عند النادي الاهلي لما الملعب بيتحرك كده لو هلالناش شايف ايدي لما الملعب بيتحرك كده الموضمين تقول الرجاء بتحركه معاك لانه بيجمع اللعب ناحية اليمين مين اللي دخل جاب الجون محمد زريد ده الجنح الشمال دخل جوه العمق فهو بيجمع ناحية اليمين بيتم إرجاعها للخلف التجميع ده بيتم بمحسن متولي وحميد أحداد ومعهم محمد زريدة اللاعب الثالث اللي متقلق بشدة الموسم الحالي الطريقة الثانية هي الست بيس اللي مهمة جدا الأهل ينجح تماما في السيطرة عليها في مباراة الزهاب لكن مهمة جدا 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 تحت الضغط الجماهيري ده حالة التركيز والترحيل والمسك لازم تقماسك كوي بشكل كويس جدا غياب مروانها الهودي المدافع الأساسي والوحيد اللي تقريبا ما بيضغيرش في خطة فع نادي الرجاء هو أفضل لاعب عندهم في الست بيس أو في فقرات السابتة مسجل هدفهم في دور المجموعات رغم أنه مدافع وقلب تفع بيشتغل بشكل ممتد مش موجود في مباراة العودة لكن هيستعيدوا ورقة مهمة جدا جدا هو محمد النهيري محمد النهيري واحد من أفضل اللعيبة الجوكرز اللي بلعبه كان موجود قبل كده في الوداد ولعب في نادي العين السعودي لفترة وبعدها متواجد دلوقتي في نادي الرجاء كان موقوف ما لعبش مباراة الزهاب بسبب تراكم البطاقات لكن هنا هي دي النقطة اللي هتحدد رشيد التوصي يلعب إزاي رشيد التوصي ما عندهش في الشكل الحالي غير ثلاث مدافعين التلاثة اضطرد منهم واحد فما عندهش غير اتنين رشيد التوصي السبع مباراة اللي لعبهم أربع مباراة في دوري الأبطال مباراتين في الكاس ومباراة في الدوري السبع مباريات لعبة 3-4-3 ما غيرهاش أبدا مهما حتى كان بيغير الأسامي كان مريح مجموعة من اللاعبين في مباريات الكس لكن ما غيرش 3-4-3 لكن دلوقتي هو أمام اختبار صعب ما عندهش لعيد ثالث يلعب في الخط الخلفي عنده إلياس حداد موجود وجمال حركاس لتنين موجودين دول التلاسي المكمل اللي مروانها دودي مين بقى يخش يلعب ثالث معهم؟ هو ده اللي بيفكر فيه هل هيدخل أسامة سقحال الباكليفت اللي لعب مباراة النادي الأهلي اللي هو الوينج باك ويخش يلعب معهم ثالث ولا يلعب محمد النهيري اللي راجع بعد الإيقاف في مباراة الزهاب ويكون موجود لأن محمد النهيري لك أنت تخيل محمد النهيري لعب مع منتخب المغرب للمحليين ومنتخب المغرب الأول والوداد والرجاء ولاني السعودي لعب في كل مراكز خط الدفاع ولعب في الجناحين لعب في ستة أو سبع مراكز في الملعب ورقة مهمة جداً جداً لازم يتم التركيز عليه محمد النهيري لعب في الليفت سنتر باك وفي الرايت سنتر باك وفي الرايت باك وفي الليفت باك جناح يمين وجناح الشمال في كل مراكز دي في محمد النهيري ورقة مهمة جداً هتحدد مين اللي هيلعب ثالث لو أصر رشيد التوصي أن يلعب بتلاتة في الخط الخلفي فتلاتة أربعة ثلاتة هتسمح بنفس المشاكل اللي كانت موجودة عند الرجاء ومن هنا لما نقول إن الرجاء هيلعب بتلاتة أربعة ثلاتة بنفس الشكل خلينا نقول كمان التشكيل المتوقع للرجاء بكرة إنه هيكون عنده الثلاثي لو دخل النهيري في العمق هيكون عنده جمال حركاس إلياس حدد ومحمد النهيري وسامة سقحال ناحية الشمال عبدالإلهما تكور ناحية اليمين هيلعب باتنين في قلب الملعب هابرس نجومة ومحمد المعكزي دول اتنين حتى كنا بنتكلم على إنه لعب بتلاتة أربعة فقط الوسط والسلاسي الأمامي اللي ما بتغيروش محسن متولي محمد زريدة وحميد أحداد التلاتة أربعة ثلاتة والشكل التشكيل المتوقع للرجاء اللي يلعب بيه بكرة لازم تقابلوا أنت إنت إزاي تقفل عليهم الملعب بالشكل ده لما تلعب أربعة ثلاتة ثلاتة في وجود الرباعي اللي موجود المباراة اللي فاتت هو نفس الرباعي محمد عبداليماني مياسر إبراهيم قل بين دفاع ناحية ديمين بمحمد هاني ناحية الشمال بعلي معلول لو ربنا أراد لأنه لسه يعني نحن لسه بنتكلم باقي ساعات لكن لسه الراجل بيفكر هل يتم إشراكه ولا يرجع تاني الأيمن أشرف اللي لعب مباراة الزهاب وسط الملعب ووسط الملعب هيلعب بالثلاثي حمد فتحي قدام الاتنين عشان يحمي خاصة الناحية الشمال ودي نقطة مهمة كنتم تتكلم عليها كريمة الترحيل والجابس والمشاكل اللي ندي الأهلي بيتم اختراقه عن طريقها فين السباس الموجودة أما بين قلب الدفاع سواء ناحية اليمين أو الشمال قلب الدفاع اليمين والباكرايت قلب الدفاع الشمال والباكليفت من القادر انه يشتغل في السباس دي وحمد فتحي اتنين قدامه بقاليو ديانج وعمر السلية وثلاثي أمامي لازالت الحيلة أكيد في رأس بيتسو انه يمكن زي ما قلت لك من شوية أنا سألته في المؤتمر حاسيت ان شريف ممكن ما يكونش موجود يشتغل بحسن الشحات اللي قدم شرط أول ممتاز في مبارات الزهاب وعلى الشمال أعتقد اللي يكون موجود على الناحية الشمالة وحمد عبدالأتر جمال انت شرفته ونورته دايما بستمتع جدا دايما ببقى وانت معي ببقى مستمع جيده بس حبيبا كريم ربنا يخلي عشان ما شاء الله يعني أداء رائع جدا أنا مستمتع بيك ومبسوط ان انا موجود معك لعيب أشكرا يا جمال حبيبا كريم جزيلا دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم عشر كل التوفيق ان شاء الله للنادي الأهلي في مواجهة الشقيق الرجاء المغربي مواجهة كبيرة بين فريقين محترمين في القرى الأفريقية ان شاء الله تخرج بالشكل الأمثل وان شاء الله تخرج بانتصار للنادي الأهلي وسعود إلى الدور القادم أشوفكم يا رب